جوازات سفر وجنسية زي أسبانيا، بورتغال، إنجلترا، كندا، أمريكا الدول دي ما عندهاش أي طريق مباشر للحصول على الجنسية ولكن اللي بتقدمه هي برامض للحصول على الإقامة داخل الدولة وبعد اتباع بعض الشروط نقدر أن احنا نقدم على الجنسية فياريت ناخد بالنا أن مفيش حاجة اسمها نحصل على جواز سفر أسبانيا مباشرة أو نحصل على جواز سفر إنجلترا مباشرة نفس الكلام في أمريكا وكندا لازم الأول أحصل على الإقامة من خلال برنامج رسمي وقانوني للحصول على الإقامة في الدولة دي وبعد اتباع بعض الشروط اللي بيكون أهمها أني ألتزم بفترة إقامة معينة داخل الدولة وده في دول زي أسبانيا والبرتغال واليونان أو أني ألتزم بتنفيذ مشروع معين براس مال ودراسة جدوى محددة في إنجلترا وكندا وأمريكا من خلال الشروط دي وتنفيذها هقدر بعد فترة لن تقل بأي حلم الأحوال عن خمس سنين أني أقدم للحصول على جنسية الدولة إيه هو الأساس اللي بناء عليه بتتخذ الحكومات قرار الموافقة من عدمه على طلب الحصول على الجنسية حكومة كل دولة بيبقى عندها مؤسسات خاصة دي بتبقى متولية مسئولية البحث الأمني والجنائي عن كل شخص متقدم للحصول على الجنسية وظيفة المؤسسات دي إنها تفحص كل الأوراق اللي مقدمها الشخص اللي حابب يحصل على الجنسية من الدول اللي صادر منها الأوراق دي سواء كانت الدولة الأم أو الدولة اللي مقيم فيها بالإضافة لبحث أمني كامل وشامل على التاريخ العملي والمهني للشخص بالإضافة لموقفه المالي مصادر أمواله كل دي وسائل بتتخذها حكومات الدول عشان تقدر تتأكد إن الشخص اللي مقدم طلب للحصول على الجنسية ما عندوش أي مشاكل أمنية حالية أو سابقة لأن دي نقطة مهمة جدا لما هتقدم على جنسية الدولة فأنت هتحمل جواز سفرها وجنسيتها بالتالي أي مشكلة ممكن تتسبب فيها في أي دولة هتخشها هيندرج معاك اسم الدولة اللي انت حامل جنسيتها وجواز سفرها وده اللي الدول مش عايزانه يحصل إزاي أقدر أعرف إذا كنت مؤهل أو لأ للحصول على جنسية دولة أجنبية أربع نقاط مهمة هي اللي محتاجة تأكد منهم كويس قوي قبل ما أقدم على جنسية أي دولة النقطة الأولى هي أن ما عنديش أي مشاكل أمنية سواء كانت جنائية أو مالية ما عنديش أي مشاكل سابقة ولا مشاكل حالية كل مصادر أموالي مصادر معلومة ومشروعة النقطة التانية تتعلق بظروفي الأسرية لازم أتأكد أني ظروفي الأسرية بالكامل متوافقة مع متطلبات الحكومة فمثلا أعمار أولادي جوه السن المسموح بي لضم الأولاد في الطلب بالإضافة للكفاءة المالية يعني أكون متأكد أني عندي الكدرة المالية لدفع مبالغ الاستثمار المطلوبة من حكومة الدولة آخر حاجة وأهمهم أني أتبع الطرق الرسمية لحكومة الدولة للحصول على جنسية حكومات الدول كلها عندها مواقع إلكترونية بتقدر توضح فيها كل مبالغ الاستثمار بكل تفاصيلها بعض المواقع دي بتديني الإمكانية أني أقدر أحسب تكلفة الاستثمار بناء على عدد أفراد أسرتي وأعمار أولادي فبالتالي مسئولية أني أختار البرنامج الرسمي والقانوني مسئوليتي أنا شخصيا مش بس الشركة اللي بتساعدني في الإجراءات واحد من الأسئلة اللي بيجينا دايماً باستمرار هو أنا لازم أتخلى عن جنسيتي الأصلية عشان أحصل على جنسية تانية الإجابة لا كل الدول اللي بتمنح حق الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار ما بتطلبش مننا إن إحنا نتنازل عن جنسيتنا الأول ولكن النقطة المهمة لازم أتأكد هل جنسيتي الأصلية تسمح بازدواج الجنسية ولا لا هل مطلوب مني إجادة أي لغة أجنبية عشان أقدر أحصل على الإقامة أو الجنسية من خلال الاستثمار الحقيقة مش دايماً بيكون مطلوب مننا كده فمثلاً الدول اللي بتمنح الجنسية بشكل مباشر عن طريق الاستثمار ما بتطلبش خالص إجادة لأي لغة أجنبية ولكن دول الإقامة بيختلف فيها الحال من دولة التانية على سبيل المثال البرتغال أسبانيا اليونان أبروس مالطة كل دي الدول ما بيكونش عندها أي متطلب خاص باللغة عشان أقدر أحصل على إقامتها ولكن عشان أقدر أقدم على جنسيتها بعد استفاء المدة للمحددة من الحكومة ساعتها أحتاج أن أتكلم اللغة دول تانية زي بريطانيا كندا أمريكا عشان أقدر أحصل على الإقامة جوه البلد دي واحد من المتطلبات الرئيسية هو إيجادة اللغة بتاعت البلد بتختلف درجة الإيجادة من دولة للتانية فلازم تخلي بالك أن فيه وعود كذابة وعبارات مطاطة هدفها بس أن هي تشد انتباهها لازم نركز نفهم ندور على التفاصيل والقوانين الصحيحة اللي من خلالها نقدر نحقق هدفها عشان كده فريق إليفاي موجود وجاهز أن نستقبل منك أي استفسار أو سؤال عشان نقدر نساعدك فيه